لا يتحركون بحرية الحديث هنا عن أعضاء البعثة الأممية في اليمن لكن هل تقييد حركتهم يعود لسطوة ميليشيا الحوثي أم ضمن تفاهم أممي معها؟ هذا هو السؤال المختلف على إجابته فالفريق الأممي وفق مصادر يمنية للشرق الأوسط لا يستطيع العمل تحت سيطرات الميليشيا إلا أن أعضاء في البعثة يعيدون الأمر إلى صعوبات لوجستية بالنسبة المعترضين على أداء الأمم المتحدة في اليمن فإن الصعوبات اللوجستية هي التسمية الناعمة للخروقات التي تمارسها الميليشيا الحوثية في الحديدة مع ملاحظة أن بعض أعضاء الفريق الأممي يضطر أحياناً لتسمية تلك الخروقات بالعراقيل التي يمكن تفاديها لأن الوضع في الحديدة وفق الرؤية الأممية شهداً خفاضاً كبيراً في التصعيد على الأرض منذ إنشاء مراكز المراقبة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة مع ذلك فإنه ورغم مرور تسعة أشهر من اتفاق السويد فلا وجود لنجاح كامل لأي بند من بنود الاتفاق فالأمور لم تراوح بعد قصة إعادة الانتشار التي توقفت عند تثبيت خمسة مراكز لمراقبة وقف إطلاق النار كما أن اللغة الأممية هي نفسها لم تتغير حديث عن عراقيلة وعن بوادر إيجابية في آن واحد وتغاض عن خروقات واضحة للحوثي ومطالبة مستمرة للطرفين للالتزام بالبنود وفيما يبدو فإن السفينة الأممية ستظل راسية قبالة شواطئ الحديدة في انتظار سلام لا يعلم متى يأتي ترجمة نانسي قنقر